طالبكم طلبة لما قد قال رضا الله من رضا الوالدين أسألك بالله إن ما قدرت تسأله واستحيت منه رسلنا رسالة رسلنا رسالة ترابوك اليوم حي أنا أجزم لأبوهم الآن ميت ولأمهم ميت والله يتبنى أبوه اليوم موجود حتى يكرم يتبنى أمه اليوم موجود حتى يخرج من هذا المخيم لكي يسلم عليها ويقبل رأسها ويديها ويضمها ويشم رايحتها إني والله أعلى يقين أن بعضا اليوم وإن كان عمره في السبعين يتبنى أن أمه موجودة والله لو كان في الثمانين يتبنى أمه موجودة يتمنى أن يخرج من هذا المخيم وهذا المكلم يتمنى أن يجد عملا صالحا يقدمه فأنت يا من أنعم الله عليك بوجود والديك اتق الله تقطعهم من أجل الدنيا اتق الله ان تقطعهم من أجل الدنيا اتق الله اصبر والله لو آذوك والله لو فعلوا بك أحسن إليهم أنفق عليهم ابذل لهم تصدق عنهم اعمل صالحا لوالديك وإن كانوا أمواتا فإياك والله فالبر بعد الوفاة أعظم وأيضا البر للوالدين يا أعظم فوالله والدك إن كان حي وأنت في خير ابن له مسجد تخيل فرحة والدك يوم يشوف هذا المسجد أو هذا البئر أو هذه الكفالة أو هذا العمل الصالح فوالله لن يفعلها إنسان يحسن لوالده بالصدقات وهو يقصر في حقه مستحيل وتذكر أنت ومالك لأبيك وتذكر أن والدك لا قام من الصعاط ما لا يعلمها إلا الله